إن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جزور الأزمة المتمثلة في الاحتلال ولن تألو جهداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته وستواصل من أجل هذا الهدف العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المصار السياسي كما سنواصل جهودنا للتعامل مع التحديات الآنية وسنعمل مع جميع الأطراف على التهديئة بالضافة الغربية وقطاع غزة وستستمر الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهامه لتخفيف معاناة أخواتنا الفلسطينيين بغزة